ازاي بتعرفي تخشي في شخصية كده وتعملي شكلك تاني خالص للكاركتر؟ انا من المدارس اللي بتذاكر قوي وبتحضر وبتحضر يعني وبتحفظ مش المشاهد بتاعت اليوم بتاعت السيناريو كله ما شاء الله برافو مش حد بيعمل كده ما شاء الله برافو معرفة كما بحب الموضوع قوي ومستهويني وبستمتع من انا يعني قلب الشخصية مختلفة اعتقد ان من اكتر المسلسلات او من اكتر الادوار اللي لسه معلمة مع الناس لحد الوقت دورك فهيبة رجل الغراب احكي لي اصلا انت الدور ده جالك ازاي والدور كان حلوى قوي وانتي كنت بجد للدور مش قادر اشوف حد تاني فيه اتكلموني عند استاذ مشيش المنتج وروحت قابلت الناس وعملت كاستنج وخدت الدور كنت ساعتها لسه مخلصة الكبير قوي وكان عامل فيدباك حلو وحبيت اعمل هيبة رجل الغراب علشان كان دور مختلف على الخشناف اوكي والحد الوقت اكيد الناس برضو لسه بتفتكرت بالدور ده خشناف ولا باري باري اه يعني خشناف وباري يعني يمكن بيقولوا فيه نجاح بياخد من نجاح انا خشناف ده اول نجاح لي او اول حقا يعني انا فاكرا اول مرة نزلت في رمضان ساعتما الكبير اوي كان بيتزاع لقيت الناس بتندهلي في الشارع بخشناف ولقيت الناس بتصور معايا فجالي تشوق اوكي حسنتي بتعمل نجاح او يعني انا بتفرج في البيت على المسلسل بس ما كنتش متخيلة ان هيعمل فيدباك ده في الشارع اوه فبعد كده عملت هيبة رجل الغراب فابتدأ الناس تندهلي باري اوكي وبطاليت اعود مع ناس اه ايه ده احنا ما كناش فاكرينك كده فافتكر ان حد قيل عليا كلام او يعني ايه اللي خليك تتقدر عني انطباع يعني فقولي لي لأ احنا كنا فاكرين ان شخصيتك هي الشخصية بتاعت باري لأ جماعة بمسل اكيد انت اشتغلتي كزا حاجة اه ايه اشتغلتي ايه بقى حكيت اه اشتغلت الكبير اوي اه هيبة رجل الغراب لأ انا اشتغلتي انا اشتغلتي اه شغلانات تانية غير التمثيل اه انا اصلا بدأ من المودلينج اوكي دي بدايتك اه يعني انا ابتديت مع مينة شلباية ام وابتديت اه كات ووك فاشن شوز وبعدين ابتديت اعمل اعلانات و اه فوتو سيشنز وبعدين ابتديت امثل شايفين الطول يا جماعة بلا بس ما نخرج من مرحلة المودلينج عشان اول ما شفتها كنت مبسوطة جدا بيا ان هي طويلة ونادرا يعني بصي بتحصل مرة كل سنتين لما قابل بنت طويلة لأ انا بسطت بيكي برضا اه فابقى في قمة ساعتي لما شوف بنت طويلة والله العظيم الطول هيبا او والله ده هيبا قوي عمر شفت مودل هيبا عبدالعزيز لا ما ينفعش الستاندر بتاع المودلينج من 172 ده بدايتنا ايوة صح بدايتها من كم 172 انت طول كم 175 انا 180 برافو معايا نخلة نخلة قاعدة جنبي بالهيلز بالهيلز بقى ما عرفش ببقى كيف تساويتي بقى خمسة ولا عشرة لا بس امر الطول في الست حلو يا جماعة انا معايا مش مناسب ليه مش مناسب والنما استغربوا بقى ان نيكون كتمن وبراب طالع عمراتي في المشارس الجديد اللي احنا بنعمل طالع عمراتي فبوصلها لفوق كده لا بس محسدش في التصوير بدا لانه كنت بلبس حاجات فلات يعني هو جاي حاول يخلص مني انا في برنامج تلعتي ولو انت في التصوير فعلا ومش محسستها بدا خالص انا مقضيها معاه فلات على اخر معاه حتى لو فلات ما انت برضو في مطول لا بس لو فلات الدنيا تبقى قريبا انا في ماشا كده بطاية جده اخدها بحضني لقيت لقيتها رحت هي مطية وانا رحت شاجب وحاجة شكلنا يعني قريبا انا رحت كده بحضت بتاع كده تلعقوت لا 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 لازم تسقطك في نفسك تعلم لا لا والله بجد احاول لا شوفها حاجة حلوة يعني بدلات بقيت لما كان متجاوز نيكول كادمن نيكول كادمن لا توم كروز لما كان متجاوز نيكول كادمن كان طويلة وكان شكلوه معامر وامل كلوني جورش كلوني اطول منه يا جماعة اه اطول منه طويلة جدا على فكرة فدي من وقتل بسينز عادي يس ما بتاخدهاش بس الجوه وهتبقى حلو ناش نشوف المسلسل مبتدي اوه صدقني بس ما شاء الله عاملة كاركتر معايا في المسلسل احنا بنعمل مسلسل جاري الوحوش اللي هو عن فيلم جاري الوحوش وطبعا لاي الشرف ان انا تعرفت عليها انا لاي الشرف يا اندو والله بجد وهي بجد يعني ممثلة محترمة وجميلة وملتزمة بشغلها جدا واداها هايل ومعني المشاهد كل المشاهد نعملها صعبة يعني كل المشاهد فعلا مسترسين اه مسترسين فعلا كل المشاهد مسترسين غير الظروف بقى اللي احنا تلاتة درجة الحرارة تلاتة وحاجات كده ومطر بيغرق لك انت قاعدة في البيت والبيت بيتمطر عليك دول بيت لا لا ده عذاب احنا المطر واقف وقولنا هنصور الكنب اللي احنا عاديين عليه وعاديين منك تعامل عادي بك لا يا جمعة ده عايز البك وانا حاسس ان انا لازم ألبس بمبرس لا ده حاجة اصلا ما تخلاكش تعرف تركز يعني حاجة يعني مزعجة جدا لأ لا احنا بايما ده مساعدة وانت قاعد عليها عادي وبتعملي مشاهجة بس احنا متعودين على ده لان مش بس مش بس الظروف بتبقى صعبة انت مثلا ممكن تبقى مترقوهارة شتوي وتكملي في الصيف اه او العكس اه فده بيبقى يعني خرسة يعني تبقى واقفة انا فاكرة في حيب رجل غرب كنت بقى في عمل اكشن تروحي منطورة كده كده اكادي مفيش برد موجود احنا ما نقول للناس برضا التمثيل يا جماعة مش سهلة لأ لأ للمانة التمثيل دي مهنة صعبة وبجد بنتهان فيها بنتهان بجد يعني حاجة دي حقيقة وعشان كده ما حدش يقدر يكمل فيها غير لما يكون مش بيحب المهنة دي بيعشقها اه دي حقيقة ما حدش هيستحمل اه حقيقة اللي ما بيحبهاش قوي او مش شايفها الباشن بتاعته خلاص هيقول وانا عامل نفسي كده ليه وانا اللي جابرني على الهم ده اروهات في بيتي اكرم بي او ده حقيقي بيحصل او ده حقيقة عشان كده بتلاقيه ناس طلعت وما كملتش لأ انا ليه بهدل نفسي كده احنا احنا تريبا خدنا على المرمطة ايوة بالزبط كده لو ما تمرمطناه شوية بنحس ان في حاجة غريبة وانا لسه قدمنا مرمطة كتير ياسا علينا بقى من هنا الرمضان احنا بنتمرمط اه بس ان شاء الله يا رب انتلع علينا حاجة حاجة اه بإذن الله ان شاء الله تكسري الدنيا كالعادة نتكسر الدنيا سوا بإذن الله وانا عندي احساس كبير ان المسلسل ده هيعمل بومنج اه هيعمل بومنج ياس انا برضو عندي نفس الاحساس عشان مكتوب حلو اه مكتوب حلو قوي اه مهم جدا ان انت ما بتشتري بعمل تحسي ان انت يعني تحسي ان الكتابة قوية ده حقيقي الفعلا زي ما هي قالت المشاهد كلها مسترسين ياس المشاهد مش سهلة لأ مشاهد صعبة بجد يعني ما شاء الله عليك يا انا صعدت بيك اكتر اكتر دور بقى انت بتحبيه لنفسك اكتر دور بحبه لنفسي اه معرفش بحس ان خشنافة ميمة حظ فليه انطلقتك اه فليه معزة خاصة عندي اه يعني اه اوكي اه اه احب رجل غراب برضو بحبه قوي بتحضري الكاركتر ازاي يعني يعني مثلا مسلسل ما عمله بحضرتينه الكاركتر عملتينه وليستوري بتاعه ازاي اه اترابت فين واهلها كانوا عاملين ازاي اه انت شايفاهم فين بقى انا شايفاها اصلا مش من الحارة اه انا شايفاها اصلا جاية من بلد ارياف انت شايفاها من الارياف اه اه وصلت ازاي للشخصية دي بالضبط انا انا بتخيل مما قبل الكتابة اه هي قبل ده كتت فين اوكي فانا تخيلت ان هي من بلد ارياف اه باباها متوفي وكتعيش مع ميتها فلما ميتها توفت جت عاشت مع جدتها اللي في الحارة اوكي اوكي معنا كل ده مش مكتوب لا طب انت ليه تخيلتها كده اه مش عارفة حسيت فيها الطيبة معنا يعني شكلها حلو بين شكلها حلو ما البلاد الارياف فيها كتير حلوين ام فيها كتير امارات اه بس معرفش حسيتها ان هي جاية من هنا حسيتها ان هي مش اه مش في يعني مش متأسسة في الحارة الا كانت الطمع اللي فيها ده هيكبر اه اه لا هي جات جات على كبر اي بس بس والله يا شطرا ان انت بتعودي بتسرحي بخيالك بربو عليك بس وتعودي تتخيالي كده مع نفسك ايه اللي ممكن يبقى اوصل الشخصية بس هقولك حاجة احنا لازم ده لازم يتقالي لازم نقوله في مشهد يعني لازم نحطه في مشهد انت قولي انا ده نجاية من مش عارف ايه وبتاع واستحملته عشان عايزة بقى حاجة مثلا يعني ممكن بس محتاجة تقوليه ممكن ممكن هو فيه مشهد لسه هاوضح فيه ده فممكن اضيف عليها التفاصيل اللي انا اللي انا حطاها لازم لازم ده عشان يوضح الشخصية كويس للناس ممكن بس هي عاملها حلوة قوي بصراحة عاملها حلوة بس لازم تتوضح للناس ماينفهش ما تتوضحش هعمل كده لان انا عاملاها هي بطبيعة الحل لما درستها بقى فيها اكسنت مش صريح عاملت تجيبه ومنين عايوة بس فيها اه معنا لاحسته ده اه صح لحزته طبعا لاحزته وكنت عايزة افهمه معرفش بس فهمته دلوقتي منك اه فلازم نأكد عليه هعمل كده هعمل كده هعمل كده